موسيقى حكت منظمة الصحة العالمية إنها بتراقب باهتمام متحور جديد من فيروس كورونا بيعرف باسم مو ظهر لأول مرة في كولومبيا في شهر ثلاثة من هذا العام المنظمة أضافت إنه المتحور الجديد يمكن أن يكون أكثر مقاومة للمطاعم وشددت على إنه من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لفهم خصائصه وانتشاره الزداد في كولومبيا بنسبة 39% والإكوادور بنسبة 13% منظمة الصحة العالمية بيّنت إنه في أربع سلالات متحورة مثيرة للقلق من فيروس كورونا المتحور ألفا اللي سجل لأول مرة في مدينة كينت البريطانية واللي انتشر في 193 دولة والمتحور بيتا اللي انتشر في 141 دولة والمتحور غاما اللي انتشر في 91 دولة والمتحور دلتا اللي انتشر في 170 دولة ومؤخراً أضافت المنظمة المتحور مو كسلالة خامسة اللي انتشر بعد ظهوره في كولومبيا وفي دول أخرى في أمريكا الجنوبية وأوروبا تصدر هاشتاغ وزارة الصحة تحرم البدون موقع تويتر في الكويت طبعاً وصد حديث عن إقصاء أشخاص من فئة البدون من مكافآت الصفوف الأولى انتقل الجدل حول الموضوع من مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجلس الأمة رصدت هذه المكافآت للعاملين في الصفوف الأولى لمواجهة انتشار فيروس كورونا التابعين للجهات الحكومية لكن مع بدء صرف دفعات من المكافآت بعد إقرارها من ديوان الخدمة المدنية تبين للعموم أنها بتخص الموظفين الحكوميين وليس المتقاعدين بنظام الأجر مقابل عمل كما قالت السلطات الكثير من المتعاقدين والعاملين بنظام الأجر مقابل عمل هم من فئة غير محددية الجنسية والمعروفين بالبدون فبواجه أفراد هاي الفئة معوقات كثير بتحرمهم من التعليم والتوظيف وامتيازات أخرى بصفتهم غير حاملين للجنسية الكويتية ولا غيرها بتصنف الحكومة الكويتية على أنهم مقيمون بشكل غير قانوني طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية بوقف تسريح موظفين يمنيين الأمر اللي قد يدفعهم للعودة لبلادهم المنكوبة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وحكت المنظمة أن السلطات السعودية بدأت من تموز الماضي إنهاء أو عدم تجديد عقود موظفين يمنيين وهو اللي رح يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن ودعت المنظمة السلطات السعودية لتعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية مع القدرة على العمل وتشكل التحويلات المالية للموظفين والعمال اليمنيين في السعودية شريان حيال للألاف من اليمنيين واقتصاد بلادهم المتداعي وقدر البنك الدولي في 2017 قيمة هذه التحويلات بنحو 3 مليارات دولارات سنويا وشكلت التحويلات المالية الواردة من السعودية 61% من التحويلات الخارجية في 2018 من أبرز الأفلام اللي تم عرضها بمهرجان عمان هو فيلم الرجل الذي باع ظهره تفاصيل عنه وعن تجربة عرضه بالتقرير التالي ترجمة نانسي قنقر من أبرز الأفلام اللي تم عرضها بمهرجان عمان السينماء الدولي هو فيلم الرجل الذي باع ظهره الفيلم بيحكي عن قصة اللاجئ السوري سام اللي دفعه جحيم الحرب في بلده للفرار إلى لبنان ليلتقي هناك بفتاة أحلامه لكن ظروفه حالة دون زواجه منها فيما بتتزوج هي وبتسافر إلى بلجيكا بيقرر بعد هسام عقد صفقة مجنونة مع أحد الفنانين التشكيليين ليبيع ظهره ويحوله للوحة فنية متنقلة تكون بمثابة التأشيرة اللي هتوصله مجدداً إلى حبيبته في أوروبا على عكس أفلام كثير علجت قضايا الهجرة واللجوء ابتعدت المخرج التونسي كوثر بنهنية عن مشاهد الحرب ومخيمات اللجوء وقوارب الموت لتطرح قضية مهمة بتتعلق بهد كرامة الإنسان وتحويله إلى بضاعة تباع وتشترى باقتحام عالم الفن التشكيلي المعاصر من الأمور اللي ساعدت في رواج الفيلم حضور الممثل العالمية مونيكا بيلوتي حيث أكدت بنهنية أنها قدمت طلب لمدير أعمال الممثلة اللي اطلعت على السيناريو وافقت دون تردد خصوصاً أنها سبق وشافة فيلم المخرجة على كف عفريت وأشادت بجودته وقيمته الفنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة